ولكن قبل أن نعطي وجوهات نظرنا في هذه النقاط نبدأ بسيد الأخضر برقعة سيد الأخضر برقعة لجريت له عملية جراحية يعني تم نقله إلى مستشفى مصطفى باشا بسبب ألام في المعدة وجريت له عملية جراحية ناجحة وسيغادر المستشفى غدا بحول الله حميد العيش من سارت اليوم مع مصدر تبيلي يقول لك بلي دار العملية الجراحية كان بعج التوالو لكن العملية تمت بالنجاح وهو الآن رأى في صحة يعني ويتكلم بشكل مثلا عادي ويزيد اليوم العائلة انتعو تاني جابت صليح من عند المحكمة وشفاته ورأى أيضا اليوم يقضي اليوم انتعو في مستشفى مصطفى باشا صحة جيدة صحة جيدة نسترجع وعيه وكان يتكلم بشكل عادي أنا تحدثت قبل قليل مع أحد أبناءه سيد هاني بورقعا وقال أنه العائلة تفكر فيه رسالة أو نشر رسالة جديدة بشأن قضية سيد بورقعا موجهة للرأي العام طبعا نتحدث معه ولكن يبدو أنه مازال مصاغش رسالة سئلته إذا كان الرسالة شخصية أم تعبر عن رأي العائلة قال أنه هو صاحب المبادرة ولكن أفراد العائلة قد يوقعون معه قال مش مشكلة أنه نوقعها وحدي أو العائلة وحدي تحدثت معه ولكن ممكن جدا غدا أو أظن غدا تبان أو بعد غد مضمون هاد الرسالة ترجمة نانسي قنقر